اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فمعنى كده ان المعرب بيعمل ترويج للشركات بيرفع من الكمية العروض اللي الشركات بتقدمها بيحقق ترجط بيعي كبير للشركات المشاركة وبيساعد العمل اللي عايزة تاخد قرار انها تشتري تشتري بعروض خطة المعرض ده هيبقى مدته اربع تيام من يوم تسعة تلاتة ليوم اتناشر تلاتة بيقام تحت رعاية مجموعة شركات ايفرولاند لإقدارة المشروعات ومجموعة شركات نيفادا هلد في البداية كمان حنلاحظ حاجة ان الترويج هام جدا للمشروعات العقرية المواجهة بين العميل داخل المعرض بين الباع والمشتري بتؤدي الى احتكاك مباشر بي تو بي بينهم غير ما بيبقى اعلان عم بعد فهو ما بيقدرش ان هو اختلط بالشركة او يتكلم معاهم ويشوف تفاصيل الحاسيات بتاعة العملية الباعية احنا تم التنصيق بين برنامج حوار والستثمار وبين معرض المنطقة العقاري ان احنا نكون الراعي الاعلامي المسؤول عن تغطية كل اخبار واحدث مستجدات معرض المنطقة العقاري من الفترة الحالية حتى يوم اتناشر تلاتة وهو تاريخ انتهاء المعرض طبعا سياحة المعارض هي جزء يمكن ان توظف الى السياحة لو حولت الى معارض دولية او عالمية بتقام في بلاد مختلفة في اهمية كبيرة جدا لسياحة المعارض في دول قائمة داخل دول زي المانيا محافظات كاملة كل المحافظة ايمى على سياحة المعارض صناعة المعارض هي صناعة لا تقل عن الغزل والنسيج عن الحديد والصلب عن الاسمنت صناعة بيدور حواليها مجموعة كبيرة جدا من الاعمال والاستثمارات اللي ممكن تدور حول الدولة من خلال الاهتمام بسياحة المعارض والمؤتمرات الدولية احنا شفنا ده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اول مرة نشوف مؤتمر للشباب اول مرة نشوف معارض مصرية اول مرة نشوف معارض لافريقيا اهتمام بهذه الصناعة بشكل كبير هي محتاجة تدعم محتاجة يبقى فيه برنامج لدعم هذه الصناعة زي برنامج تحديث الصناعة ما بيدعم الصناعات الاخرى وبيساعدها انها تخرج في معارض برا البلد يساعد برضو العارضين المصريين سواء كانوا جوه البلد او خارج البلد ان هما يقدروا انهم يشاركوا وينفسوا بعالمية ويظهروا اسمه مصر في الخارج وفي الداخل ويقدروا ان هما يقدموا مجموعة من المميزات للشركات الاجنبية اللي بتيجي لان دي ليها تلات اهداف الهدف الاول ان هو يقدم منتج بتاعه جوه المعرض والهدف التاني وهو الاهم انه ممكن يدي توكيلات للشركات المصرية او يدخل في شراكات معاهم والهدف التالت انه ممكن يستثمر فاحنا ممكن عن طريق المعارض نجذب مستثمرين نجذب توكيلات نجذب شكل تجارة لداخل المصر طبعا يعني نتمنى ان يتم الاهتمام بموضوع ان يبقى فيه برنامج خاص بدعم المعارضة العقارية ودعم صناعة المعارض بصفة خاصة بالذات ان العقار النهاردة بيمثل تقريبا 16% من نتج الاجماري للدولة فهو بقى حاجة مهمة جدا فلازم الدولة تدعم الموضوع عشان يقدروا ان المعرض يقدر يقوم بشكل يؤدي الى نتائج جيدة بالنسبة للشركات المشاركة فيها فيه كثير من دول العالم بتدعم صناعة المعارض لان هي عارفة ان هي في الاخر بتدعمها وفي الاخر الدولة بيعود عليها اخصاديا عدد العاملين في المعرب بيبقى كبير جدا الشركات بتستفيد جامد جدا من احتكاكها بالشركات الاخرى والاماكن السياحية والانتقالات بقى يتعمل برنامج سياحي وجنبيه برنامج تجاري ودي حاجة طبعا بتؤدي الى امور جيدة جدا تقدر تحصل على ارض مصرنا الحبيبة النهاردة حيكون لنا لقاء هام جدا مع الدكتورة بسانت فاهمي عضو لجنة الشئون الخصادية بمجلس النواب ولا اخفيكم سرا هو احنا جلنا طلبات كتير جدا ان هي تظهر معانا تاني في الحلقة لان الناس بتستفيد وثقافتها بتمتد بالكلام اللي بتقوله دكتورة بسانت في خلال اللقاء بتوضح امور كتيرة للناس بتديهم رؤية جيدة لامور غير واضحة لان طبعا هي مزيج من الخبرات والمهارات المجتمعة يعني فنرحب بيها معانا النهاردة اهلا دكتورة بسانت شكرا عن المقدمة الجميلة ازاي حضرتك املا معلش احنا بنسقل عليكي بس يعني احنا بنسعد ان احنا نتزيد من علمك يعني ربنا يخليك طيب ندخل في البداية حريك شايفة يعني احنا شفنا مع الرئيس عبدالستاح السيسي ظاهرة جديدة وهي ظاهرة سياحة المعارض والمؤتمرات ما كانش موجودة قبل كده مؤتمر الشباب في شرم الشيخ ومنتدات الشباب والمؤتمرات الافريقية اتعملت في الفترة الاخيرة كل ده اكيد بيعمل ترويج لمصر لان ما بتيجي دول من برة اكيد بيجي وراهم ناس اعلميين بيتكلموا عن مصر على اللي بيحصل فيها عند ده منطق الصادي تجاري سياحي فانتي بتعملي ترويج للبلد بشكل راقي وكويس الحاجة التانية ان في دول كاملة محافظات وولايات كاملة مثلا في دولة ذي المانيا من دول قمة من المعارض في العالم يعني بالفعل الولاية او المحافظة ايمة على صناعة المعارض يعني ما عندهمش حاجة بعملوها القاعة المعارضة عايشين عليها فاحنا لو هتمينا بدا في مصر اعتقد ان ده يؤدي الى خطة اقتصادية كويسة ويؤدي الى خطة استثمارية كويسة ويؤدي الى خطة سياحية لان اكيد الناس اللي هتيجي هتوعى السوقت الليات وهتحرك في البلد حيبا الموضوع عليه مردود للناتج القومي جيد ومن نقطة تانية انها يحصل احتكاك تجاري بشكل اكبر بينهم وبين الشركات اللي بتشارك او بتحضر المعارض والمؤتمرات دي واحنا بالنادي ان يبقى فيه برنامج لتحديث صناعة المعارض ودعمها عشان النهاردة لما اجيب ناس من برا قادر ان انا جيبهم ووفر لهم خدمات معينة بحيث ان هم يعملوا فعلا شغل جوه البلد يعني في دول برا مصر وحريك طبعا مطلع على ده بشكل كبير يعني ممكن تبعاتلك حديثتك كخبيرة فيها تيكة التيارة وفيها الاخدامة بتاعة القوتيل عشان تروحي تقولي رأيك في المؤتمر ده او تعملي بيزنس مع الناس دي بيعملوا بي 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 بيزنس مع بعض احنا ممكن نوصل لده ازاي حريك تشوف الموضوع الحقيقي تحقيق الموضوع مهمة وهو نتج عن التطور التكنولوجي العامي الناس النهاردة في كل حتة في الكرة الارضية ما بتبصش زي ما كان زمان من خمسين او مئة سنة الناس كلها معتبره ان الكرة الارضية دي هي بلدنا انا عاوزة بس الحتة دي يقف عندها شوية لان ده موضوع الحقيقي مهمة مسألة الحدود دي ابتدت تطرفها طبعا او معوجود العلامة والانترنت خلاكي عبرتي او انت النهاردة بتشوفي حد في امريكا وانت عادة في مصر وبقى حتى ما بقاش الناس تتكلم يعني انا دايما بستشهد بالشركات زمان كان اسمها شركات متعددة الجنسيات اللفظة دا تلقى ما بقاش موجود بقى اسمها عابرة الخراط بالضبط ليه؟ ومعايزين يقولوا في النهاية كلنا على ظهر الكرة الارضية جنسيتنا سكانت كرة الارضية انت بقى من مصر انا من ليديا دا من زي بالضبط انا بتقول انا من بني سويف انا من لكن احنا سكان كوكب الارض كوكب الارض الموضوع دا حضرتك احنا مش ملتفتن لك واحد السيد الرئيس انا من اول واحد جيه وكده يتكلم بشكل واضح على ضم الناس على بعض موضوع المؤتمرات اللي ناس كتيرة مش وقتة بلها منه او يعني مش من دياء دا حجمه المؤتمرات مش الهدف منها ان احنا نعمل هيسة زي ما نسك الله فهمها ابدا الغرب منه انك بالمفهوم الجديد دا لسكان الكرة الارضية انت عايز الناس تقرب من بعض بزر اسهل ناس تقرب من بعض النعارضة هم الشباب بزر لو بتديد تتكلم الكلام دا مع ناس كبار يعني صعب وخلاص حياتهم ترستأت على كده لكن ما يجب تتكلم على الشباب الشباب النعارضة اللي هنشأ في كون في كوكب اسمه الارض كوكب الارض دا مفتوح للناس كلها للثقافات كلها قربوا من بعض قوي بشكل يمكن احنا كجلنا ما يدركوش لكن لما تشوف حديثك الاجيال الصغيرة الحدود دي مش موجودة خلاص عبروها خلاص عبروها بالتكنولوجيا وعبروها بالعلم وعبروها بالفكر يعني وبقوا يلتقوا اللقاءات الكثيرة دي حديثك قربت الناس اكتر وحتقرب الشباب في المستحبل اكتر واكتر كمان نخش اقتصاد شوي الكرة الارضية دي اللي بتقسمها فيها اماكن نضجت لمستويات ما عندهاش احتمالات بضع اكتر من كده وصلت للقمة وفي ناس تانية مليانة ثروات ومليانة شباب ومليانة فكر بس لسه بتبتدي طب انا النهار ده لما ازيب الفوارق دي وارفع الحدود وقرب الناس من بعض سواء بقى عن طريق مؤتمرات ايا كان نوع المؤتمرات مش بس موضوع مؤتمرات الترويج العقاري العالم كله بيهم ترويج العقاري لان الترويج العقاري ده مش عايز اقول لحضرتك فكرة تصدير العقار دي من اهم الافكار الاقتصادية في العالم اه طبع حضرتك العقار اولا لما بيقوم العقار ده بيحرك على الاقل 80 صناعة جنبه وراه بالضبط اقل شو بزي حسبك بقى تعرف حركة المعارض دي بتقوم وراها في حدود 100 مهنة 100 مهنة لأ ولما بتيجي تقول انا بنيت شق يا شقه دي بتبني بايه لا ده كل حاجة اوه كل حاجة ده مليون حاجة دخلة في الشقه من اللمبة للمفرش للسجادة للفوتة للشوك 300 مهنة بتشتغل بواه اه ولذلك فكرة تصدير العقار ومعارض العقارية كانت فكرة هيلة وبدأت في الغرب ليه لان كانوا وصلوا الى مستويات انهم خلاص ما بقاش عندهم حتى هم ما قواش بقية داخلية فابتدوا يغروا الناس انها تيجي وتشتري عندهم مش علشان بس الناس تيجي تقعد رجعك تاني لنفس الفكرة ازابة الفوارق بين الدول رفع الحدود ايه ما ما بقاش عندها حسن اللي بيعلي كنتي مش مواطمة بالسفر ما بقاتش الموضوع ده معروض بقى احنا نهاده لما نيجي نقول هل مصر جاهزة لهذا الكلام اه طبعا احنا بنعمل 14 مدينة جديدات مش ممكن المصريين هايشتري ذا كل يعني عشان نبقى سرع لازم تفتح للعولمة بقى تعامل معنا تعامل زمن نسخ يعني هي دبي قد ايه بالنسبة لل14 مدينة اللي عندينا ورغمك هي بيبيع للعالم ها وبيبيع غلي اوش ببيعش المواطنين يعني مع كامل احترامي يعني مع كامل احترامي للامارات والخليج احنا عندنا جو مالوش حال اه طبعا جرح وعندنا بحرين في الشمال وفي الغرب مالهومش حال وعندنا نهر نيل جميل يعني مهما نقول تقول اللي انت عايزه وانا مبروشش في الهرامات عندك مقاومات كتير جدا ده لعندي 7-8 حضرات بالضبط يعني وعندي كل الاماكن يعني انا مش ميالة برضو ان احنا نفضل نبني بحيطة معينة لا تعال حضرتك بالشمال الجنوب دي من اجمل بلاد الدنيا انت لو عملت المدينة عند نقصر ولا اسوان جديدة والناس تبصوا على حضارة العالم فالحرابي هذا مكان زي فانت حضرتك بتروح في هوروبا في باريس تيجي تشتري شقة يقولك بتشوف بورج ايفل اقول له بتشوفه ومنين يقول لي عملي المرايا كده اهو بورج ايفل هم اللي احنا ايفل ده احنا فستو فيه لا واثار ايه اه طب سبع حضارات يعني وحاجة وحاجة لقولك المقارنة بيننا وبين اماكن اخرى غير قائمة مع كامل احترامي لهم طب لكن احنا بلاد جميلة وجونا جونا خلي بالك الجو ده مش بحاجة بسيطة مش وجود عند الحد لو انا عروح اشتري بيت عشان اعود بوا مكيف وقفل على نفسي في ازازة وشو بتتالك لا يعني انا عاوز اقعد في مكان اتبتع خي فبلد ده جميلة والفرص قائمة والتكنولوجيا سهلت والاجيال اللي جاي هتبقى مختلفة خالص عننا الحقيقة في فقفاتك هتتقبل هذا الكلام اكتر من بزمان فمسألة المؤتمرات وخاصة مؤتمرات التسويق العقاري دي مهمة الحقيقة مهمة بس اتمنى انها تبقى على كل بقاع مصر يعني احنا كل محافظة عندنا فيها نوع من الجمال وفيها حضرات مختلفة اتمنى ان احنا وإحنا بنعمل المؤتمرات نتحرك مهم ما تبقاش يعني المانيا بتقول لها مدينة اما اوكي هي عندها مدينة انا ما عندهاش فرص زينا ما عندهاش فرص زينا ببقى لكن انت النهار ده حضرتك لما تعمل المؤتمرات دي كل مؤتمر في مكان يعني نهارف حاليك مثلا انت يعني المنتقى العقاري ده بيتعامل بقى لها 30 سنة تقريبا لما لما بيتعامل في مدينة مصر مركز مؤتمرات مدينة لما لما مع التطورات ومع التوسعات اللي ست رئيس بيعملها لقوا ان منطقة الستة اكتوبر دي منطقة وعيدة اكتوبر زي الجميلة جدا الجديدة المنطقة للتطورات اللي حوالي من هضبة الاهرام فالمنطقة فيها نهضة طح فدول بيحتاجين ان يتعملهم معارض هنا ويظهروا المنتجات بتاعتهم في المنطقة لأ والمناطق الجديدة والمتحف الجديد والاهرامات كتير احنا عندنا اماكن يعني انا بقول لها حادتك كما تيجي تشتري شقة فتاكيس يقولك بتشوف بورج ايفل تشوفه والمراية بالورب والا تشوفه خالص يعني لسه تحط مراية عشان تشوف ويقولك الشقة غالي عشان كده لما للاهرامات ايه بقى للهرامات بتشوفها لايف قداما لأ انا شقة بقى بتبص على الاهرامات احنا عندنا فرص الحقيقة بلدنا جليلة قوي قوي يعني فيه ناس يمكن مش مدركة هذا الكلام نسا فت بلاد كتيرة يعني بقولها بصوت وبصيقة بلدنا من اجمل بلاد الدنيا نمره واحد نمره اتنين بلدنا جوها ملوش حل اه مفيش زي مفيش زي الشمس بتاعتنا ملهاش حل حقيقي لكن عندنا عيوب ولازم نشتغل عليها يعني عايزين نغير نظافة يعني النهاردة مثلا حريكا فيه كم من المليارات ماركونة او مخزونا في منطقة الساحل الشامل ومرصة مطروح مليارات مهدرة طب الاماكن دي لا دي مش مهدرة دي فلوس ناس انا فاهم مش قصدي يعني ما تلصص مرش ما بتجيبش عائد لا ما هي ما تجيبش عائد ليه انت النهاردة انا فاهم ليه انت النهاردة بتعملش ساحة الاجانب اللي بنزباله وبالجوه بتاعك ده صيف ايو بس دي لا دي املاك خاصة انا فاهم بس فيه منها قتلات ما تشتغلش على الاجانب اه معلش يعني اهدى حريك مثال فيه احدى قرى في الساحل الشمالي بتاعت ابراهيم بيكيب كايس وبيش تغل ساحة الاجانب بشتغل طالينة انا كنت هناك مرة والجوه كان برد جدا يعني مطرق وبرد في الشيطة بقى وانت في ساحة الشمالي يعني ولو انة ده مش بردي يعني وفجأت‌ having مصبر دي بالنسبة لاجانب بالنسبة لاجانب وفجأت لاجانب الاوروبيون بيلعبوا کرة على البحر ايوا وانا ده مش بردي بيلعبوا کرة على البحر اه اه ده مش باردي فيعني يعني انا قصدي ان انت عندك حاجات كماireك بتقولي ممكن تجيبي اللي تناسبه انت عندك كل حاجة مش حاجات يعني عايز بحر في السيف عندك البحر في الشتاء عندك نهرينيل عندك آآ مناظر حضارة عندك يعني الشمس وجمالها ملعاش حلان عندك سروات ما تتعدش يعني شرم الشيخ والغارداء والجونة الجونة دي بقت من يعني الجونة دي تحفة تانية لوحدها موضوع يعني دي يوريك إنك لو عايز تعمل حاجة حلو بس أنا عايزة يطلق اليد للقطاع الخاص لإن الجونة دي فتع خاص طبعا وزيدهم يبدعو هم يقدروا عملوا حاجات حلوة السحل الشمالي ده معموحادي. خذك تحرك براحته. يعني انت نهارده لو رئيس مؤسسة. يعني نهارده سوي رئيس مؤسسة، بيتحرك براحته. لكن لو هو موظف رئيس ببقى بجارة الشركة بقدرش تحرك براحته. لا. انا عنده قانون الجهاز المركزين للحسابات. لا. طبعا. فش حد بيبني بلاد غير. ما يرفع. قطاع خاص. انا برايفت بيزنس. اه ان شاء الله. بس انا عايزة ارجع انه فعلا المؤتمرات مهمة بس تتحرك. لانك. مش شرط دا تعمل مؤتمر بس العقار لا ده مؤتمرات كل حاجة يعني إحنا عملنا حاجة وما قررناهاش تاني ولو إنها كانت من أنجح الأنشطة في العالم الأوبرا اللي تعاملت معبد لقص ده الدنيا تقلبت عليها فإحنا لازم نرجع نفكر بهذه الطريقة بعدين أنت ممكن بقى تركبي تركيبة يعني ممكن نهار تعملي أوبرا عيدة دي جنبيها مؤتمر عن السياحة العالمية وتعملي جنبيها معرض عن الاستثمارات العقارية في مصر فتفتحي مواضيع على بعض تستفيدي من الكلاينت اللي جاي بص حضرتك دي عملية مش صعبة لا مش صعبة بس أنا برجع لحضرتك بكرر العالم مستعد لها ليه لا العالم مستعد لها لأن العالم زي ما بكرر ما بقاش ينظر للدول على أنها جنسيات مختلفة يعني أنا دي حريط نسائل المتقى العقاري ده في سنة بسنين في 2009 عملوا جولة عربية فجيبوا دول عربية كانت سمحة بالاستثمار عندها أو البيع للأجانب كان فيه حاجات في السعودية كان نظام بنظام السكوك بيبيعوا حصص بالسكوك مهما معندهمش تايم شير تايم شير حرام عندهم وجابوا حاجات من إمارات ومن عمان عمان بتبيع أراضي كتير جدا عندها تقسمات أراضي كتير جدا نسقط وصلالة والحاجات صلالة جنة بس بقية البلاد دي مش حلوة بقيةها كلها مش حلوة وكان فيه جذب استثمارات للعراق يعني كان فيه عراقيين جايين عارضين استثمارات في العراق لأن الريد بتاع الريل استثمارات في العراق غالي جدا بس المشكلة أنه معندهمش ابنوك فحتروح تستثمار مش هتخد فلوسك يعني فيه إن مفيش قوت أنت هتخدش بفلوسك تخرج بيها ما تخرجش نظامهم كده آه هم نظامهم كده ما تخرجش فدي كتعاقبة مثلا لما جينا نعمل كتعاقبة كان فيه أردنيين أنا بقول لحليك إنها تجربة يعني تجربة ما تعملتش بشكل أوسط إن يتعامل معرض عربي لمزج الثقافات الاستثمارية إنها تقدر تتعامل لا حضرتك أختلف معك إحنا مش نفس الثقافات لا حضرت الثقافات إنه هم ممكن يجب هنا استثمارها وإحنا تثمر عندهم يعني إيه معرض عربي حضرتك يعني كل بلد في البلاد العربية ليها طابع يعني حضرتك ذكرت عمان أنا روحت عمان كثير عمان دي ليها طابع خاص جميلة جدا حلوة جدا صلالة جنة طلالة بس بيدي اللي حواليها لأ معلش بس تيجي بقى تخش مثلا تخش شوية جوا الخليج هي مش عملية بيوت المناخ بيلعب دور لا مناخها مش حلو طبعا طبعا يعني أنا المهدى بروح اشتري في مكان أنا هاوزها مناخ حلو أنا مش هرحوعد في بيت وقفل على نفسي وقفل بتاعتك كيفان لا طبعا فليه بقول لحضرتك إحنا جونا ملوش حل لإنه فعلا ملوش حل مفيش في المنطقة بالجمال الجو ده شمال المتوسط الحقيقة يعني إحنا وجايز البلاد اللي جنبنا ليبيا وتونس والمغرب لكن إحنا كمان جهونا جميل أول طبعا جدا وشعبنا جميل لغاتنا سهلة للعرب كلهم للعالم وبتكلم لغات يومنا عرف بتكلم لغات كويس لا وبتكلم انت حاك مركز برضو على العرب أنا مش مركز على العرب بس أنا عاوز أفتح السوق للناس كل أجانب طبعا لأن وانا شفت الأجانب بيشتروا قديف طبعا في أجانب هنا في مصر هنا في مصر بيشتروا اللي هم بيقولوا عليه ما بعد سن التقاعد بيشترين في الغرداء أو في شرم إنه هو لما يطلع معاش في الجونة في الجونة هم كان ليهم دامج واحدة كانوا بيطلبوها دايما ويمكن عشان كده الجونة نكحة معاهم في الحتة دي إنه هو بيقولك أنا عايز مركز صحي طبعا يعني عايز مكان لو تعبتها تعالج اللي دي ناس كبير ويبقى قريب يعني ما يبقاش بعيد عن الاريا اللي أنا عايش فيها فلازم يبقى فيها السكر كويس في الاريا اللي أنا عايش فيها لأن أنا عايش مع شمس وهوى ومية وكل حاجة بس فين بقى صحيتي لو أنا تعبت كبير كده وعايز طيارة يعني يبقى فيه طيران ينفع أخي في أي وقت أوه مطلح بسنيش وأنا عايينه عايز السفر وعايز السفر ما هيجيوف حقيقة قلت إيه كل سياحة لها متطلبتها لها متطلبتها بالذات لكن أنت عندك كل حاجة يعني أنت تقدر تشتغل على كل هذه الأنواع يعني second home investment اللي في يوروب هو بيمولك بيت تاني تشريف بلد تاني روح يشريف بلد تاني يبقى لا بتعملك تسهيلات وتمولك أنت حسيتك كمصر من هذا النوع من العقار ولا حاجة حقول لك لي خليني عشان ما أظلمش مصر برضو برضو ما أقدرش أنكر أن المنطقة لسه مش مستقر أه بش مستقر أمنية أمنية وإحنا برضو منحارب الإرهاب أنت يوما من الاستقرار ده يحصل حضرتك حتشوف كلمية الناس اللي حتقوز فعلا تيجي تشتري مش بس في مصر أفريقيا 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 هاي المستقبل شمال أفريقيا كله شمال أفريقيا اللي بضع كله منتال جمال آه جدا وبعدين الجو عندنا بكرر يمكن الناس كتيرا مش مدركة موضوع الجو ده يمكن ما تعرضتش يعني جاحتك كان عندنا شوية برضو اليومان اللي فاتوا الناس ما جربوش حاجة تاني هم لو جربوا بقى التلج اللي بيقفل البيوت ومتعرفش تخرجيش ليه برد ليه برد ليه انت الكويت الكويت هجمبك هاي يعني مش 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 موضوع بنعهم نخرج من البيت في أوقات معايا عشان الحرارة عشان الحرارة تنزل الشبكية لو نزل يسير طبعا ولذلك انت جوك هو ربنا حباك بكده يعني أنا ساعات أقول إزاي الناس مش حاسة لأنهم ما شفوش حاجات أسوأ سواء برد زيادة أو حر زيادة لكن جونا ده ده زي الأغنية الليقولك ربيع طول السنة ده ربيع ده مش لشتة ولا صيف حتى ما بنبرد شوية بتعدي طبعا تدفع شوية لكن ما انتش محتاج لبرد سقيع الناس بتموت فيه ولا حر نار ما انتش قادر تخرج من باب البيت جوك جميل دي أول نعمة الحمد لله عندنا نعمة الاتنين انت متحوط بالمية من كل حتة عندك في الشمال البحر طفع عندك مميزات الراكتين وعندك البحر الأحمر وعندك النيل وعندك بحيرات الحقيقة دي برضو حاجة مش موجودة نمرة ثلاثة التنوع الحضاري بين المحافظات يعني حضرتك عما تتحرك على محافظات مصر فيه تنوع حضاري وتلاحظ في بعض المحافظات فيه حضارات شكل ودون شكل ودون شكل مثلا قاهرة مثلا القاهرة دي قصة فيها كل الحضارات فإحنا عندنا حاجات كتيرة قوي بس إحنا عاوزين نروق بقيم بصراحة الحروب اللي حوالينا دي تهدأ الحرب على الإرهاب كمان إن شاء الله نخلص لكن بعد ما هذا الكلام يخلص إنت تقدر تشتغل 24 ساعة في النهار 365 يوم شغل صياحة ومش عايزة أقوله ومؤتمرات وصناعة وزراعة وتجارة عدد كما تشاء تقدر تفعل البلد فيها إمكانيات تقدر تتقبل كل هذا الكلام وإذاك إحنا بس المشكلة المنطقة مش مستقرة منطقة العربية كلها وإحنا كمان عندنا الحرب على الإرهاب لسه ما انتهتش لكن لما ده يهدى ويستقب ومتمنى أن يهدى بقى طبعا تبشي أسرع بكتير معانا مدخلة بس مهان سعاد الززان رئيس جمعية ستسمالي مليون وصف الززان أهلا وسهلا بسهر خير يا عدل بيه بسهر خير يا براهيم بيه إزاي حضرتك إزاي حضرتك عامل إيه يا خبار أهلا بيك وأهلا بيسيطة المشاهدين وتحياتي للدكتورة بسهنك أهلا بيك يا فندم أهلا وسهلا أهلا بسعادك فندم من وراء ربنا يا فندم وراء مصر كلها إحنا كنا بنتكلم على موضوع أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى مهتم بسياحة المعارض والمؤتمرات لمصر وأنها ممكن تبقى حاجة مهمة جدا لمصر من حيث الاحتكاك ومن حيث تداخل الثقافات الاستثمارية ومن حيث أنه ممكن يحصل عنها شراكات أو منح بعض التوكيلات من بعض الدول المختلفة أنهم يجوا مصر يعملوا ترويج سياحي للبلد لأنهم طبعا بيجوا وراءهم كتابهم الإعلامية بيتكلموا عن اللي بيحصل في مصر فكل ده بينقل صورة جيدة لنا في الخارج بترويج وبتاجر وبتشغل نفسك يعني من ثلاث أربع اتجاهات ليهم مميزات فعايزيننا حركة تعقب لنا على الموضوع ده والله يخليني أبدأ من منتهد إليه الدكتورة بسانت بحقيقة طبعا على الكلام الجميل اللي هي المميزات والحاجات اللي مصر بتمتلكها دونا عن دول العالم كله بحقيقة الامتيازات دي محتاجة أنها تتتوق صحيح ومحتاجين إن إحنا نبص على مصر من فوق مش من طاعة أيوة فإحنا مصر عندها إمكانيات وإمكانات كبيرة جدا 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 لكن عندنا مشكلة إحنا مش قادرين كمصريين نحس بقيمة نفسنا مش عارفين قيمة نفسنا كمصريين إحنا ودي مشكلة ومش عارفين قيمة بلدنا ودي مشكلة أكبر واختبال حضرتك لو القدوة بدأت تنتهي من حياتنا مش قادرين ما بنقراش كويس عن بلدنا العالم كله عارف قيمة مصر والرئيس الفترة اللي فاتت تسوق مصر بشكل محترم جدا 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 باقي باقي أن المؤسسات والقطاع الخاص يساعد في تسويق مصر ورسم صورة ذهنية لدى العالم كله عن قيمة مصر الحقيقية يمكن بيحضرني مرة أن سمعت الدكتور المنطحة بيقول مصر دي حتة أرض على نصية يعني مكان فريد جدا من نوعه والعالم كله شايف مصر في حتة تانية احنا بس اللي مش شايفينها فاللي بيحصل من الرئيس ده طبعا هو تسويق لإمكانيات مصر اللي موجودة في عدود اهتماماته يمكن هو لو ما عندهوش غير الملف ده بس كان الملف ده يعني بقى اتعمل طح لكن هو عنده ملفات كثيرة جدا 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 هو بيزرع البزرة واحنا المفروض نطور ونراعي البزرة دي كل واحد في تخصصه طبعا يا حضرتك طبعا التسويق مصر بالشكل المحترم ده محتاجين ان احنا نحترف تسويق مصر بالشكل ده ونبين اللي عندنا للغير تمام؟ تمام ونبص على مصر بصة من فوق حنشوف بصة كويسة ونطدر بقى وزي بقالة الدكتورة طور الانتهاء من الحرب على الإرهاب تمام؟ ويطور الانتهاء من المشاكل اللي موجودة في المنطقة اللي بتخد بنا حاليا مصر لديها فرصة ذهبية تمام؟ في اقمن استثمار واعلى نسب او عقل عواد استثمار في العالم ممكن تكون في مصر في المرحلة اللي جاية وخصوصا لو الناس كلها فهمت يعني ايه؟ رؤية عشرين ثلاثين وتبنت رؤية الاستدامة في كل حاجة احنا نعملها في المستقبل مش بس كده احنا نحتاجين كمان نسوى السياحة الريفية احنا عندنا عندنا النهاردة تمانية مليون وستمائة ألف بدان تقريبا في الريف المصري القديم لو حصل تطوير للرأي الحقلي في الريف المصري القديم وعملنا تصنيع وتسويق لمنتجات الفلاح في الريف المصري القديم احنا هنضاعف انتاجية الفلاح يعني 8 مليون فتان دول ممكن انتاجيتهم تبقى 16 مليون فتان وممكن احنا كمان نعمل مصانع نعمل تصنيع الزراعي نبدأه من دلوقتي على منتجات الفلاح ونعمل أسواق لمنتجات الفلاح وندعم الفلاح الأساسي في الارض القديمة لانها هي اللي جاهزة دلوقتي بالانتاج بالشكل اللي احنا عايزين نحقق دا لو تم فضاعفنا انتاجية الفتان عملنا سياحة رفية زي ما الدكتورة تفضلت وقالت ان مصري فقط تنوق حضارة مش ظاهر للناس دا احنا عندنا كل محافظة تقريبا فيها شخص حضارة مختلفة عن التانية صحيح تمام احنا مش قادرين نسوق دا واحنا رواد رواد المفروض رواد التطوير ورواد التسويت ورواد التفكير واحنا بيقولوا عنا شعب بدل ما نقول كلمة يعني فهلوي تمام لا الفهلوي دا لو درس كويس وتعلم ماركتينج كويس وعملنا لي ماركتينج الحاجات الكويسة اللي موجودة عندنا في بلدنا مصري تبقى في حتة تانية فاعتقد ان الرئيس لما يعمل المغتمرات اللي بتتعمل دي هو بيشير للناس ان احنا محتاجين تطوير وانا بدأت الخطأ وانت تكملوا وراي تمام بيبقى كويسة الناس الناس مستعبت تغير ثقافتها يعني يعني والله يحببتك احنا بنزلم الناس شوية يعني انا حكلمك بصراحة بعوكم ان انا سفرت كتير قوي شعب المصري شعب طيب جدا وشعب بيرحب بالناس عشان تغيري حاجة هو متعود عليها معليش وتغيرها ليه يعني اولا تحسنها يعني ما تغيرش حياته ما حدش ادري غير حياته يعني ورحت في اي بلد ما تقدرش تفرد على الناس تغيير التقاليد ولا العادات ودي في كل حتة لكن من ناحية تانية تحسسوا بالمزايا اللي عنده انا هقول لحدتك حاجة انا متأكدا ان الغالبية العظمى من الشعب المصري ما يعرفش مزايا اللي بتملكها مصر مش عارف مميزات بلد مش عارف مميزات بلد مش عارف ان الشمس اللي بتطلع علينا دي من اجمل مش عايز اقول اشيعة الشمس في العالم يعني احنا متعودين عليها لكن هو ما يعرفش الفرق ما يعرفش ان حتى البرد اللي بيجي عندنا ده غير البرد اللي في حيطة التانية يموت الناس ما يعرفش انه قاعد والحضارة يمينه وشماله هو مش دريان ومش فاهم قيماتها بس هومة لوش زند يعني انا ما تيجي انه قادر حيك تتكلم معهم هو مش زند ما كانت في مصر تقدر تعمل منه يعني انا حديك مثال انا بدايقني جدا حقيقة لا حروح بعيد ولا حب شارع الازهر ومنطقة الحسين دي من اقدم المناطق في العالم ينفع تبقى بالمنظر ده لا اهوانتي لو فكرت فيها بشكل كويس تطوير يعني المصروب ما ننشيش فيها عربيات شكس كده دي بيوت مكسرة ويتعمل لها شفت عادت هيكلة وتوضيب بس ينفع تبقى بالمنظر ده لا من فاشلة صح طب تعالى هات المنطقة دي في بلد تاية ده انا بسافر بلاد حضرتك بمكن البلد كناتبا عيمة على المنطقة دي عيمة على شارع كل العمليين للشارع ده عمره مئة سنة وكانت الست دي ساكنة هنا وكانا باجد ليه الناس بالسافر الناس بالسافر تركيا تروع عند جامع السلطان احمد جامع انت عندك في مصر كم جامع لا مش قصدي يعني منطقة مصر لا تركيا اصلاها عندها كمان زينا اصار كتير انا في عمد سانا اضي الجوامع لو رحتي الجوامع على الكمار والكنيس هنا والكنيس هنا انا بسافر برا حضرتك بيزوروني كنايس بابا واقف ليه طبعا تعالوا شوف كناس اللي عندنا مصار العائلة المقدسة بتبتكلم ايه حضرتك سينة والقدسية اللي فيها اه مصار العائلة المقدسة ده يتعامل عليه كم استثمرات يا خبار زراعية وسيحية وتجارية انا شغالين علينا كويس او لكن العايز اقول لحضرتك مفيش حاجة مش عندنا اه مفيش حاجة لكن المشكلة من كتر يمكن من كتر ما عندنا مش حاسية ودي حاجة واشا يعني انا اتمنى كل محافظة كده تطلع حاجة من الحاجات اللي عندها تشتغل عليها وتشتغل عليها هتلاقي مصر دي حضرتك في اقل من خمس ست سنين اتبادلت تروح حتة تانية خالص ومش محتاج مجهود كبير على فكرة ولا فلوس كتير محتاج بس انه كل محافظ في محافظته يشوف ايه اللي عنده مميز ويشتغل عليها انا بدي مثال مرة والله حضرتك دايما بعيد المثال ده كنت في بطش تفرج على مدحب في اسطنبول ولقيت سجادة حارير حلوة ويلفت اتنظري فقربت تفرج على السجادة ده مصر اخميم انا بقول معمولة فين ادوني معمولة عندكم دي حكو لأطراف ده مصر ده اخميم وإحنا هنا وقفت شغلنا دي الحتة باطة الحرنية دي كلها دول بيعملوا سجاده دول بيعملوا فخاره دول بيعملوا كريستانه دول بيعملوا سجادة كمان غريب ممكن يحملك شخص عليها حاجة مدعا يا انا نفسي بس كل محافظ يهتم بشواء ده محافظته ويحاول يطلع الحلو اللي فيها ويبرزه وانا بحاجة اكرر الرجال الاعمال موجودين والجونة مثال جميل او حية اللي تصويرس الحقيقة اه طيب حاجة عظيمة اه حاجة جميلة وموضوع المؤتمر اللي بيعملوا هناك المهرجان السياحة ده كل حاجة مش بس جيد احنا نقدر بقى في كل محافظة من المحافظات مصر نشتغل بالطريقة دي بتبتدي بالمعارض طبعا لانك اول ما بتعمل المعارض المحافظة بتهتم بالمدينة اه بتبتدي تزبط اه تلاقي في ناس جاية في غرف فندقية وفي اشغال يبتدوا بيروا وشوارع ويزبطوا الشجر وما فيكش مانا وهو اكل عايش الناس ويبتدي الشباب الصغير يشتغل على الحرف الصغيرة ويعملوا السوفينيرات الصغيرة ويقفوا يبيعوها الشغل بيحرك بعضه بيشغل نفسه لكن انت عندك امكانيات والله ولا اقول ايه انا ما بشوفش دول في العالم عندها كل الامكانيات دي من اول المناخ لغاية الحضارات اللي على ارضك لغاية الشعب المدياف يعني من كل ناحية الحقيقة ولذلك انا كل انا اتمنى ان احنا نستمر بنفس المنهج الحقيقة وموضوع المؤتمرات ده مهم جدا بس مش بس مؤتمرات العقار عايزة مؤتمرات فنية وعايزين مهرجانات مؤتمرات ثقافية وثقافة ومؤتمرات سينما ومؤتمرات تعمل في الجونة كويس قوي عاوزين مؤتمرات للفن الشعبي المصري والافريقي هو ده اللي بيقرب الشعوب زي ماتشات كور بتقرب الشعوب فانا اعتقد انه في الفترة جاي بإذن الله المجهود اللي تعمل هاية ولفت نظر الناس كلها جدا واتمنى ان المحافظين بقى يعملوا تهمة الحقيقة يمكن مع وجود نواب المحافظين الشباب الصغيرين دول الدنيا تتصحصح شوية مفيش شك بس انا عايزة رجال الاعمال احيبهم ايه انا عايزة رجال الاعمال بس يساهموا اكتر شوية يساعدوا الدنيا شوية يساعدوا يعني له استثمارات انا مش عاوزة منهم حقا يعني الجونة ده مشروع خاص نعملوا استثمارات محدش هقلوا دولة دلوقتي فتحة برضو بجالة استثمار مختلف شوية انها تدخل في شركات مع القطاع الخاص وديهم اراضي مشاريع وتشارك بص حددك انا معليش انا هقول كلمة هنا على الناس كتير الدولة رقيب ومشرع ماينفعش تبقى حكب وخصم ماينفعش الدولة تاخد ضريب زي ما هي عايز اخبالك لكن مسألة الدولة تشارك ونخشه السيدة جايب وسطة بص انا شفت الاملية دي انا ستة مصرفية ماينفعش سداني عاوزين تشغاله القطاع الخاص بو يشتغل براحته اول ما حتبتدي تقوله ده يشاركك ودي تشاركك ايرجع الورا ليه ده شغلي وانا ليه طريقة في ادارته والحكومة بكرر ما تقدرش تبقى حكب وخصم حكومة ممكن تشتغل في الحياة اللي هي الخدمات العامة النقل العام ممكن ممكن القطاع الخاص لكن اقصب ممكن النقل العام الكهرباء الدولة التليفونات اذا حبت اللي هي الخدمات اللي زو صدغة عامة مستشفيات للناس البسطاء اخبال حددتك تعليم للناس البسطاء بس كل ده هتجيبه منين من الدرائب اللي يدفعوا لجال العمل الدنيا ماشية كده يعني حددتك حتى ما تشوف نظام الزكاة والصدقة الزكاة نظام ضرائبي محدد محدد وضريبة الدفع للدولة يتعامل بيها جيوش ويتعامل بيها طرق ويتعامل بيها مستشفياته الزكاة دي بقى معمولة بمنطق كلك نظر وانت اللي طلع بقى ضمتك هزم ضمتك هزم دي بقى تكافل اجتماعي ده موضوع تاني لكن ايه اللي اقصده وعشان كده في جزء من رجال اللي عمل بيعمل خدمات مجتمعية طبعا نازم بيعملوا جمعياته بيعملوا جمعياته يقولك ده فهم ليه بقى مش حبا فيه ولا حبا في الناس بيساعد الدولة لا لانه لو ما فيش استقرار اجتماعي ما فيش استثمار اه يهرب فلما انت بتراعي الناحية الاجتماعية بيحصل استقرار اجتماعي يقوم الاستثمار يخش غير لما انت فاكر ان كل شغولتك في الحياة اخد فلوسه تجري لا ده مش مستثبت ده مش فاهم حاجة وما اعتقدش انه مصري فيها هزا النوع لكن مسألة الدولة تشارك الدولة لها القطاعات تحب تشتغل فيها براحتها تمام لكن لازم بتطلق العنان للقطاع الخاص يتحرج براح اجنابي مصري عربي افتحي السوق للقطاع الخاص وسيبي اشتغل رايحي وخدي منه درايب اه افتح له من هنا وخد منه من هنا حقك حقك مش انت بتعمل طرق ومباني وكبالي وكهربة وسكة حديد هتستعملها بني واخبالك وفي بعد هزي الانشطة ايضا ممكن يكون قطاع خاص نفيش مشكلة لكن اللي اقصده الدولة لازم تبقى رقيب شديد وعتيد ومشرع عليه لكن ما تقدرش تبقى حكم وخصم ده ما مش ما بتنجحش الحقيق طيب احنا للأسف وقتنا خلف طبعا انت الوقت بعكب يجري ما بنحسش به بس انا عايز اقول مصر والله يمشى في الطريق الصح ان شاء الله بس المنطقة تهدى والارهاب ده يهدى وبإذن الله الفترة الجاية هتبقى اكثر بقى ان شاء الله حاك شايفة رؤية مبشرة جدا جدا وشايفة التعاون اللي حيحصل بيننا وبين اوروبا وبين امريكا والانفتاح ناحية افريقيا والشرق الاوسط ودي موضوع واضح للناس كلها ان المستقبل ان شاء الله كويس بس نبقى فاهمين وكررها دايما الناس عندها تكنولوجيا الناس عندها فلوس وناس عندها سروات يتكافوا بالزبت كده يتحدوا فيطلعوا في الاخر يطلعوا منطق كله كسبان اه زي ما نقول كلنا نبقى كسبانين اصحاب التكنولوجيا كسبانين اصحاب الاموال هيرجلهم فلوس زيادة عن الوداع في البنوك وانت حالتك صاحب السروات حييلك اراد واستثمار وتشغيل شباب والطور بقى والامور تمشي كده ان شاء الله هتمشي كده ان شاء الله احنا سعدة جدا طبعا بالقاعدة وانا طبعا عايزين منك ساعات وساعات يعني منفعش ساعة واحدة فان شاء الله يكون لنا لقاء قريب ان شاء الله نوعى السادة المشاهدين ان شاء الله ان احنا حايت كلنا هنا مرة تانية اه ونشكرك طبعا على لقائك معنا جدا انا اللي متشكرا انا سيا فلوس شكرا اه اعزائي المشاهدين هنا وصلنا لنهاية حلقاتنا النهاردة معاكم من برنامج حوار والتتنمار مع الشواربي وانا ألقاكم قطات القادم التتعامة نفاءا نترككم في رعاية الله